موسيقى أولاً أن نفهم مفهوم الأسماء الحسنى أنها الفيض الإلهي وأنوار عالم اللاهوت المنعكسة على عالم البخلقات ثانياً أن تعلم أن مراتب الموجودات هي على حسب مراتب الأسماء الحسنى ثالثاً إذا أردت أن تفهم معاني ومداليل الأسماء الحسنى وانعكاساتها على الحياة بكل شؤونها ومتطلباتها وتظهر لك الحقائق بما أن الأسماء الحسنى تنفعل بها الأشياء ونحن سوف نظهر لك تلك الحقائق وما خفية كان أعظم كل ذلك سوف تشاهدونه في برنامج الإصرار على التلفزيون الشاهد ترجمة نانسي قنقر أعزائي المشاهدين رحل فيكم مرة ثانية في دينار واستثمار مع ضيفنا الأستاذ محمد الحبيب في التحليل الفني قبل هذا الفاصل كنا نتكلم عن جوانب التحليل الفني ووصلنا إلى أن سوق الكسور معاك وعيسى عائق أمام تحليل أدق لتحليل الفني ورسم صورة أدق للأحداث المستقبلية دائما التحليل شنو الهدف منه؟ الهدف منه أن نبي نعرف المستقبل نشتري نبي نربح التحليل سواء المالي أو الفني أو أي نوع من أنواع التحليلات لكن يبقى النظام الحالي النظام الحاسب الآلي نظام معيق لأي توسع ترغب في إدارة السوق الحقيقة وننتظر النظام الجديد اللي حيكون بادرة أمل بأن يكون هناك انفتاح أكثر يشيلون شيء اسم سوق الكسور والمؤشرات تتعدل لربما يكون هناك مؤشر جديد بعد دراسة الأخوان حتى الأخوان إذا الله وفقهم واختاروا هيئة مفوضين سوق المال أسواق المال وبالتالي يكون هناك تحديث لهذه البيانات اللي نعتبد عليها لكن هل تتوقع أن يكون هناك فجوة في الانتقال ما بين نظام إلى آخر وكيف تعالج مثل هذه الفجوة إن وجدت؟ يعني في هذه الحالة أخوي ببراهيم يعني دائما إذا ننتقل الآن كأننا انتقلنا من سوق إلى سوق يعني فتح الكسور أو اندماج الكسور في السوق الرسمي كالسوق مفتوح نحن كأننا انتقلنا من سوق إلى سوق آخر نعم فلذلك يعني المرحلة الانتقالية تحتاج أيضا دراسات أكثر من ما هو العالي الآن تعديل المؤشرات يحتاج لها دراسات لتفكيك الأسرار أو تفكيك الأمور اللي كان عليها بالسابق يحتاج نركب الأمور على الأشياء الآن الجديدة أو التي تم انتقال عليها الآن فلذلك يعني ليست هي عملية فقط يعني خلاص ننتقل نحول سوق الكسور الرسمي وانتهينا العملية وخلاص لا هناك كثير من الأرقام راح تكون علي فجوات كثير من الأرقام راح تكون يعني مثل ما نقول لخبطة لأن المؤشر السعري يحتاج لتعديل آخر لأنه هو خلاص تعود على الوحدات صعب الآن أنك تعطي سهم أو سهمين يصير في عملية بيع وشراء خاصة وزني بالذات يعني نعم فلذلك يحتاج تعديل الأرقام القطاعات جميعها المؤشرات القطاعات يحتاج تعديل المؤشر الوزني أيضا كذلك يحتاج دراسة وتعديل المؤشر السعري أيضا عملية البيع والشراء الآن يعني تختلف أيضا حتى الرسوم المكاتب الوساطة مفروض تتعدل النسبة الفائدة أيضا لازم تتعدل لأنه ممكن اللي بيشتري سهم كم تبي تأخذ منه أنتك مكتب دلالة يعني هذه النقطة جدا مهمة يعني فلذلك يعني اللي يشتري عشر تلاف سهم غير لقع يشتري ألف أو عشر أسهم هي موجودة في القانون الحالي أنه في حد أدنى نبي خمس دنانير في السوق الرسمي ونصد دينار في السوق الكسور ولذلك أعتقد أنه يكون شيء على ما يقولون ان بتوين بين الوسط بالضبط يعني ما تكون بتوين لازم تكون لها معادلة حسابي أيضا نعم نسبة الفائدة نسبة العمول أيضا لأنه اللي يشتري سهم واحد غير لقع يشتري أمية غير لقع يشتري ألف والعشر تلاف وانت رايح يعني فيه نسبة معينة لازم يكون عليها دراسات طبعا قبل تنفيذ العمل لذلك أي تنفيذ العمل إذا نسينا أي ثغرة ممكن يسبب لنا مشاكل في المستقبل فلذلك ودنا يعني لو تطول الدراسة ما عندنا مشكلة ننطرحنا ستة شير سنة أوكي ما في مشكلة ولكن ندخل صح نشتغل صحية أما نبين الآن نحول الكسور ويلا وعدلنا بعض الأشياء وتركنا يعني فراغ أو تركنا ثغرات كثيرة ممكن هذه الثغرات تسبب لنا مشاكل كبيرة في المستقبل فلذلك نحن نريد التمعن في هذه الدراسات نريد أيضا يعني استعانة ببعض المختصين الدوليين كما أطلق عليهم اللي أسس مؤشر الداو جونز اللي أسس المؤشرات العالمية نيكي الياباني يعني ممكن نستعين في هالخبراء يعني ما نبيع أن نستعين في كادر محلي لا يفقه في عمل تعديل مؤشر الذي يمثل أكثر شريحة ممكنة أو تأيدني في الرأي أو لا يعني عفوا أقاطعك أنا يمكن أخالفك الرأي في جزئية معينة وهي عندنا كوادر لها أو عقليات لها المقدرة على أن تعمل أحسن من المؤشرات الداو جونز وحقيقة أن هذه المؤشرات ليست دقيقة وأي مؤشر لو تحطه ما يعطيك قراءة دقيقة مئة في المئة لأنها بالنتيجة مؤشرات وضعية لكن أعتقد أن الأخوان في هيئة أسواق المال يعني خاصة للمجلس المفوضين التأسيسي حيتعب وايد راح يتعب وايد وعليهم وايد وسؤولي الله يكونوا فعونهم هناك كثير من الأمور أنا لا أختلف معكم أهمية هذه الأمور لكن بالاستطاعة أنا أعرف قدرات الكثيرين لدينا بالاستطاعة أن نتخطى هذه الأمور باتخاذ قرار نحن بحاجة إلى قرار شجاع وجريء حتى نقابل هذا التغيير التغيير حتى لو تعطيه دراسة بعد خمس سنين إذا لم يكن هناك قرار لا فائدة من هذه الدراسة تعلمنا على الدراسات الآن صار لنا سنين نسمع دراسات بالعكس يعني ودنا الكاذر المحلي يعني يكون له لها دراسات كثيرة أو لها قدرة على بناء هذا المشروع نعتبر بناء مشروع الآن صحيح فلا يمنع أن نستعين أيضا بالكوادر الأجنبية يعني كون هم هناك أسواق خبرات نفتوحة أسواق عالمية الكل اللي ينظر لها يعني من جانب يعني يعني مثل ما نقول جانب الاقتصادي البحث يعني فلذلك لا يمنع يعني حتى ننتهي من هذه العملية ككل نعم بس المعايير المطبقة في الأسواق العالمية لربما تختلف لدينا خصوصية كويتية وأنت تعرف تماما بالضبط كسوح تقليدي بالضبط بعض الأمور اللي راح توقف أمام تطبيق عدد من القرارات لربما ليس هذا مجال حديثنا اليوم نعم لكن إن شاء الله الإخوان يلقون لها الحلول قبل أن أنتقل إلى يعني هناك سلايدات جاهزة نعم حضرتك راح نشرح فيها الكلام لكن بشكل سريع ودي أن أعرج على قضية جدا مهمة وانتشرت بالعونة الأخيرة وهي المنتديات وعلاقتها في التحليل الفني وهناك من يدلس بعض الشارتات ويحط رأيه الشخصي على اعتبار أنه يستفيد من إعطاء رأي خاطئ على يمكن هو داش شاري ويابين الناس تدخل تشتري أو العكس هو بايع يابين الناس تبيع عشان يرد يشتري بالنازل و الكثير من هذه الأمثلة انتشار التحليل الفني في المنتديات كيف تراه وكيف تميز بين الصالح والطالح في هذا الشأن خاصة أنه يمكن الفروقات جدا بسيطة نعم مولي أنا ولك أنت للمستثمر البسيط اللي ما يعرفي يميز المنتديات يعني أخي ابو إبراهيم يعني كثيرة لدينا منتديات حقيقة اقتصادية وأيضا منتديات جيدة أيضا موسيقى موسيقى شكرا